السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شعب للمعلوميات أولا لايك واشتراك في القناة لدعمنا في هذا الفيديو سوف نتحدث عن هاتف آيفون لسنة 2019 حيث لا تزال أمامنا أربعة أشهر على إطلاق هذا الهاتف ولكن ظهرت العديد من التسريبات بخصوصه ومن المتوقع أن يتم تسميته باسم آيفون 11 أو آيفون XE مع للم أن شركة أبل ستطلق ثلاث إصدارات وهي آيفون 11 وآيفون 11 ماكس وآيفون 11 XR حيث ستأتي النسخة الأكبر مع ثلاث عدسات خلفية بالإضافة إلى فلاش دائري في شكل مربع بنفس تصميم الميت وينتي برو من هواوي مع تغيير فقط في المكان حيث سيأتي في الجانب الأيسر من أعلى الهاتف في الجهة الخلفية وسيأتي الهاتف مع شاشة OLED بمقاس 5.8 إنش مع نوتش كما أشارت التسريبات إلى أن آيفون 2019 سيأتي مع وصلة الآيفون الاعتيادية لكنها ستحتوي على تحويلها لمنفذ USB Type-C مع شاحن سريع بقوة 18 واط بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن اللاسلكي كما سيدعم هذا الهاتف بطارية أكبر حجما لذلك فقد تم الإشارة إلى زيادة في سمط إصدارات القادمة ولكن لن يكون ملاحظ بشكل كبير جدا وتشير بعض التسريبات أيضا عن وجود زر جديد لكتم الصوت والذي سيكون دائريا مثل الذي تم مشاهدته في بعض أجهزة آيفاد السابقة ويحل هذا محل زر التبديل المسطح الذي جاء في كل أجهزة آيفون السابقة أما النسخة الأصغر وهي آيفون 11XR ستكون بشاشة بحجم 6.1 إنش مع نوتش في أعلى الشاشة بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين مع فلاش ليد كذلك ولكن سوف تكون هي كذلك في شكل مربع بصراحة إن صحت هذه التسريبات فأبل قد قامت بخطوة جيدة في هواتفها لسنة 2019 خاصة من ناحية العدسات للكاميرات الخلفية أما عن موعد إطلاق هذا الهاتف سيكون في سبتمبر من سنة 2019 كانت هذه أبرز التسريبات وأهمها كان معكم شعيب من قناة شعيب للمعلوميات لا تبخلونا باللايك واشتراك في القناة لدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر